بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبدالجفاء الجبار أهلا بك شفيق هل يبدو بأنه سيكون هناك اتفاق قريب في الأفق على تسمية الرئاسات الثلاث في ظل الخلافات التي بدأت تظهر نعم لليان طبعا ننتظر حتى هذه اللحظة لم تعقد جلسة البرلمان الجديد التي من المقرر أن تعقد صباح هذا اليوم ولكن تم تأجيلها بطلب من عدة قوى من بينهم التيار لإطار التنسيق الذي يضم القوى الشيعية المنضوية تحت هذا الواء هذا الإطار وبغية التفاهم والتفاوض فيما بينهم باختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أو ترشيح من سينوب عن نيابة الرئيس المجلس النائب الأول والذي يعتبر هذا المنصب من حصة القوى الشيعية بينما حسمت القوى السنية أمرها باختيار محمد الحلبوسي مساء أمس وبالإجماع تم الاختيار أن تجادد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان العراقي فيما لا يزال هناك اختلاف في وجهات النظر وخلافات سياسية متجدرة بين القوى الشيعية بكل أطيافها لا سيما بين الكتلة الصدرية من جهة وبين الإطار التنسيقي من جهة أخرى حول من سيتبوأ منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الكتلة الصدرية من جهتها قد رشحت أن يكون حاكم الزامل للنائب في البرلمان العراقي أن يتبوأ هذا المنصب بينما الإطار التنسيقي قد ردوا بأدد من المرشحين ورشحوا من بينهم القياد في التحالف الفتح أحمد الأسدي وغيره من الأسماء بينما هناك أيضا خلافات كردية كردية حول المنصب الثاني لنائب رئيس البرلمان في حين رشحت أو أجمعت بعض القوى الكردية أن يكون شخوان عبدالله هو الذي سيتبوأ منصب نائب الثاني لرئيس البرلمان ظهرت الجيل الجديد وهي الحركة السياسية الكردية قد رشحت سروة عبدالواحد أن تكون هي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الجلسة من المقرر أن تعقد بعد نحو أقل من ساعة من هذا الوقت بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة بطلب من القوى السياسية لحاسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني ومن ثم الانتهاء من هذه الفقرة المعقدة لكي تكون هناك فقرة أخرى أكثر تعقيدا وهو تشكيل الحكومة واختيار الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب العراقي والتي تختلف عليها القوى السياسية الشيعية تحديدا هذا الخلاف تحديدا أريد أن أسألك عنه شفيق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هل هناك أي مؤشرات بأنه قد يخرج حدود هذا الخلاف خارج قاعات الحوار ومبناء البرلمان لليانت طبعا كل السيناريوهات مفتوحة أمام المشهد العراقي المعقد ولكن تحاول القوى السياسية حصر الخلافات داخل الأروقة السياسية وعدم نزولها إلى الشارع مجددا لتعقد المشهد العراقي على أرض الواقع الكتلة والقوى الشيعية تحاول الوصول إلى عتبة الكتلة الأكبر عددا الأكثر عددا داخل البرلمان العراقي وهو السباق الشيعي الشيعي لكي تكون لهذه الكتلة الأحقية لتشكيل الحكومة الحكومة أيضا هناك اختلاف الإطار التنسيقي يريدها حكومة توافقية يشارك بها الجميع كي يشاركوا هم بها لأنهم الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي بينما الكتلة الصدرية صاحبة الأكثر مقاعد والتي تجاوزت الأربع وسبعين مقعدا بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين قد انضموا تحت لواء الكتلة الصدرية في مسعى منهم لتحقيق الكتلة الأكبر عددا داخل البرلمان العراقي لكن لا يزال الخلاف قائما حتى اللحظة ولم تتفق القوى السياسية الشيعية تحديدا على تشكيل الحكومة أو حتى نوع أو شكل أو هوية الحكومة المقبلة شفيق عبدالجبار من بغداد شكرا لكم